السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي فايف رجعنا النهاردة في فيديو جديد واضافة جديدة في جي تي اي هنركب النهاردة صوت جديد وتيربو جديد وكمان سيارة جديدة تم صدرها سنة 1978 وتوقف انتاجها في 2002 واتمنعت في اوروبا بالكامل لانها غير مطبقة لمعايير السلامة الاوروبية ورجعت تحتل الساحة في 2019 وهي الطيوتة السوبرة انا هركب اثنين منها في فيديو النهاردة وكمان بصوت جديد وانت اختار الواحدة اللي تعجبك وركبها او اختار الاثنين براحتك مش هيحصل مشاكل واسبكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة لو انت اول مرة تركب مودات او عربيات في جي تي اي فايف فلازم تروح تشوف الفيديو اللي هيطلعلك في البطاقة فوق لان هو هيعتبر الاساس بتاع تثبيت اي مود فروح شوفه وارجع كمل الفيديو ده ولو انت بتركب معي مودات ومركب عربيات قبل كده فابدع على طول طبق الخطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي حاليا اول حاجة هتطلعلك صورة العربيتين اللي احنا هنركبهم النهاردة واحدة عالشمال واحدة عاليمين ده ملف العربية العالشمال وده ملف العربية العاليمين اختاري تعجبك وابدأ اركبها معي ولو عدس تركب الاثنين مع بعض عادي جدا مفيش مشاكل ولا هيحصل اي حاجة نبدأ اول حاجة نفتح برنامج اوبن اي في طبعا العربيتين مفيش بينهم اي اختلاف جير في الشكل فقط ومش الشكل اختلاف جزر يعني هو مجرد اختلاف بسيل جدا فتح معانا البرنامج بالشكل ده اول حاجة طبعا لازم تعملها اول ما تفتح البرنامج تدوس على ايدت مود وبعد كده يس بعد كده نخش على طول مباشر في ملف اوب ديت بعد كده اكس اربعة وستين بعد كده دي ال سي باكس نبدأ نركب في العربية اللي عاليمين هتفتح ملف بتاعها بالشكل ده وهتاخد ملف الاي تامانين وتحطوا هنا في برنامج اوبن اي في بالشكل ده في المسار اللي احنا فتحينا وتسيبوا بالشكل ده انا مركبها قبل كده فموجودة اهي تمام كده خلصنا اول عربية بعد كده نخش في العربية اللي عالشمال هتفتحها بالشكل ده بعد كده هتفتح ملف الاد اون بعد كده اوب ديت اكس اربعة وستين دي ال سي باكس الكس مودس هتسحب الملف ده كله برضو في برنامج اوبن اي في بالشكل ده خلاص خلصنا ثاني عربية هتنزل تحت بالشكل ده هتلاقي ملف اسمه الكس مودس كلك يمين بعد كده تختار rename وهتكتب الاسم ده صبرة اتنين وتدوس على enter خلاص الملف تسمى معنا بالشكل ده بعد كده اروح على ملف التيربو بتاع التيوت الصبرة هو الملف ده هتفتحه بالشكل ده وهتفتح الفولدر ده بعد كده single player ما تفتحش ال5M بعد كده هتيجي على برنامج اوبن اي في وتسحب الملف ده برضو لنفس المسار بتاع البرنامج خلاص كده بس ما تقفلش الملف ده سيبوا بس مفتوح تحت بعد كده هتروح على ملف اللي هي العربية اللي كانت على اليمين هتفتحه بالشكل ده بعد كده هتفتح dlc.rbf مش لازم تدوس على كوبيتو موزو فولدر او شو الموزو فولدر في الخطوة دي لان كده كده لو استحذف العربية هتحذف الفولدر كله بحاله هتروح بعد كده على ملف data بعد كده vehicles.meta click mean بعد كده edit هتنزل تحت بالشكل ده هتلاقي فيه سطر هنا رقم 20 هتطلع للسطر اللي قبله تسيبه وتطلع على اللي قبله هتضغط عليه دقطة كده هتلاقي يظهر لك الرقم بتاعه اللي هو 18 تمام هتلاقي اول السطر كلمة اسمها audio هتيجي كده لحد بعد السهم ده اللي هي الكلمة المكتوبة باللون الاسويد هتحددها بالشكل ده وتمسحها وتيجي عندك هنا على ملف اللي احنا سبناه مفتوح وهتكتب الاسم اللي جوه الملف ده اسم الملف ده 80 ffeng وتدوس على save تحت هنا بعد كده هتدوس هنا على dlc backs وروح على العربية التانية اللي كانت على الشمال اللي هي الصوبرا 2 هتفتحها بالشكل ده dlc.rbf common data levels gta5 vehicles.meta click mean edit هتنزل تحت برضو نفس الخطوة عالسطر 18 سيب العشرين والتسعة عشر وتروح على التمنتاشر اوله اوديو هتمسح الكلام اللي باللون الاسود اللي بعد السهم وقبل السهم هتمسحه بالشكل ده وتكتب الاسم المكتوب هنا اللي هو 80 ffeng وتدوس على save بالشكل ده خلاص كده ركبنا العربيات وركبنا الصوت ولكن لسه في خطوة تانية هتدوس هنا من فوق على gta v عشان نرجعك لملفات اللعبة بالشكل ده هتفتح update update.rbf بعد كده تدوس على show in modes folder او copy to modes folder على حسب ما يطلع لها بس في الخطوة دي اجبار تدوس هنا بعد كده تخش على common بعد كده data بعد كده هتنزل تحت كده لحد ملف اسمه dlc list click main على ملف ده بعد كده هتختار edit هتنزل تحت بالشكل ده هتاخد اخر سطر copy اللي هو من اول السهم الاخر السهم مش شرط تكون الكلمة عندك اللي بين علامتين اللي سلاش دول نفس الكلمة اللي عندي تمام؟ ده مش شرط فهتاخد من اول السهم الاخر السهم كده click main copy وهتيجي على اخر السهم وتدوس على زرار enter هينزل لك سطر بالشكل ده click main بعد كده best لازم تكون الاسطر تحت بعضها كده بالشكل ده والاسهم متوازية بعد كده هتمسح الكلمة اللي بين علامتين اللي سلاش دول هتمسح الكلمة دي وتكتب a80 دي اول عربية اللي هي كانت على اليمين بعد كده enter مرة تانية وتنسخ الاسم برضو تعمله post مرة تانية وهتكتب هنا اسم العربية اللي كانت على الشمال اللي هي الصوبرا اتنين طبعا انت ممكن تكتفي بعربية واحدة لو انت خطبت العربية على يمين وعزل على يمين بس هتختار ا80 وبس ما تكملش الخطوة اللي هي بتاعت الصوبرا دي ولكن انا بعمل اللي اتنين اللي هو اللي حابب الشكل ده او الشكل ده اللي اتنين عجبوني بصراحة فقلت اجيب لكم اللي اتنين هتيجي هنا على اخر السطر وتدوس على enter برضو كمان مرة best بس هتمسح الاسم اللي بين علامتين الستاجول وتكتب a80 f f en g وتدوس على save بعد كده هتيجي فوق هنا على gta v تدوس عليها ضغطة كده هيرجعك لملفات اللعبة بالشكل ده بعد كده هتيجي على ملف النايترو اللي هو اشابه need for speed او فورزة هتفتحه بالشكل ده وهتيجي هنا هتاخد ملف تربو سيستم.ini والتربو سيستم.asi هتيجي برضو تسحبهم على برنامج open iv في منفات اللعبة من برة كده وخلص كده انت ركبت العربية تين ومبروك عليك ويلا بينا نجربهم مع بعض فتحت اللعبة معنا بالشكل ده ما تقلقش من الرسالة اللي فوق دي دي بس تبع مود النايترو ما تقلقش منها ودوس على shift زيت حرف T خلص كده هزفلك المسج دي وبرضو تقفل القائمة اللي فتحت لك على الشمال دي من shift ز تقلق لك طريق التركيبه في البطاقة فوق هتفتح مودل مينيو بالشكل ده وتروح على بعد كده بعد كده بعد كده اخر واحدة علشان نتجرب العربية بتاته نتجرب اول عربية العربية دي كانت على يمين اللي هي A80 هي دي العربية A80 ولكن ده مش الشكل المفضل بالنسبة لي لان مصنم العربية دي تقريبا هندي او حاجزة كده لان حقكم في العربية هناك من على يمين مش من على الشمال انا بفضل الشكل التاني اللي هي كانت sobra 2 ونفتحها بالشكل ده زي ما انت شايف في العربية دي اللي انا بفضلها اكثر هي حتى اقرب من الواقعية هنفتح اول حاجة قبل ما نجرب الصوت وقبل اي حاجة المينيو كاستمز نعدل العربية كده براحتنا وتقدر برضو تروح على الجراش تعدل فيها براحتنا انا هعدل على اللون بس مش هعدل على مطور ولا اي حاجة انا هوريك قوة العربية الوحدها كده من غير اي حاجة هروح هنا الالوان المط اختار اللون الاحمر او خلينا في اللون الاصفر ده بس كده يلا بينا نجرب العربية انا بس حاجة بسمعك صوتها في الاول في اول حاجة طبعا العربية من جوه هنا مش افضل حاجة ولكن في العربية التانية اللي هيا كانت ايه 80 كانت شكلها واقية اكتر من جوه حابة سسمعك صوت التيربو الاول زي ما انت سمعت كده وشايف العربية حتي صوتها واقية جدا ومرعبة كمان غير كده لما اتجرب الصرع بتاعتها في مكان فاضي هتلاقيها واقعية جدا والسرعة تاعتها عالية جدا نبدأ كده نطلع على طريق مفتوح كده انا وريتك صوت التيربو عامل ازاي برضو نفس الصوت ده هيبقى في العربية الايه 80 بس هيبقى وريك النايترو عامل ازاي طبعا النايترو ده انكم تركته في فيديو الواحده وركبتم معاك برضو في الفيديو ده هنبدأ دلوقتي نجرب النايترو على العربية ده عامل ازاي بالسرعة حتى صعب تحكم فيها وصلت هنا للطريق الشبه مفتوح ده تدوس على الحرف الكتير تلاقي هنا ده اول حاجة كده النايترو ما انت شايف العربية اصلا سرعتها عالية فصعب تقدر تتحكم فيها اصلا بسرعتها من جار النايترو فلما تجرب النايترو عليها هتلاقي الموضوع اصعب معك بكتير العربية قوية جدا وشكلها مرعب زي ما انت شايف كده الحال الوحيدة اللي تقدر تتجرب فيها قوة العربية دي هي المطار زي ما انت شايف كده ده كله بدون ضغط سبيس ولا اي حاجة دي كده قوة العربية الوحيدة يديها كمان نايترو مرة تانية صعب صعب يا جماعة العربية بس كده انا وريتك كل حاجة لو عايز تعرف شرح مفصل عن مودي النايترو اللي احنا لسه مركبينه ده ده دلوقتي في فيديو عملته عن النايترو ده بالتفصيل هيطلع لك في البطاقة فوق بس كده انا وريتك العربيات ووريتك كل حاجة في مودي النهاردة وبس كده شباب يكون انتهى في فيديو النهاردة اتمنى انه يجبه وما تنساش لعننا باللايك والاشتراك ولو عايزيننا ننزل فيديوهات عن عربيات تانية اكتبوا لي تحت الكومنتات واستهلونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة